ليس احتشادا مألوفا في ساحة ما لكنه الفعل الثوري الناضج بوعي المطالب وحلم الخلاص هنا الجوف المجتمع الذي عرف مسلحا وغارقا في دوائر الاقتتال والاحتراب الاهلي طيلة عقود يهتف سلميا باسقاط النظام في ثورة تجاوزت قيود الواقع ورسمت ملامح البلد والدولة سبع سنوات عجاف لم يشأ لهذا الحنين الهادر بأحلام التغيير وحق الحياة أن يتوقف أو يجف ضاقت الجهات بالحرب واتسعد دوائر الانتقام من فبراير الثورة ومحاولة طمسه وتغييبه من أذهان اليمنيين وذاكرتهم الجمعية التي لا تشيخ كانت تشهد أكثر من خمسمائة صراع ونزاع مسلح ما بين كبير متوسط إلى 2011 وبعد ثورة الشباب ترك الناس هذه الصراعات ترك الأسلحة والمظاهر المسلحة وخرجوا واحتشدوا في هذه الساحة للمطالبة باسقاط النظام بالطرق المثالية الحضارية الحادي عشر من فبراير 2011 التاريخ الذي أطل من شرفته المواطنون في الجوف على آمال واقع مغاير عنوانه الدولة المدنية والمواطنة المتساوية بيد أن الأمر لم يكن كذلك لقد تحولت الثورة السلمية إلى انتفاضة مسلحة للدفاع عن الجنهورية وحلم الدولة الذي انقلبت عليه الميليشيا الذكرى السابعة للثورة الشبابية وما زال شباب الجوف يناظرون في كل الجبهات وفي كل الساحات لاستعادة الدولة ويعادة النظام المدني بديلا للنظام العسكري الربيع السلمي لم يعد ربيعا لقد تبدلت مسارات الواقع إذن ومعها توازنات القوى لتغضو الحرب في سبيل الجنهورية والدولة الهدف الأبرز في هذه المرحلة التي يدفع فيها ثوار فبراير أرواحهم ثمنا باهظة لا زال أبناء محافظة الجوف يقدمون التضحيات من أجل استعادة الدولة من أجل محاربة الإنقلابيين لا زال أبناء الجوف اليوم يتقدمون الصفوف الأمامية من أجل محاربة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون الذكرى السابعة لثورة فبراير السلمية تحل هذه المرة في حين لا تزال الجوف والبلاد عموما مفتوحة لأطماع الحرب ونيرانها واستثناء ما تشيعه الجبهات من أحلام وأمان في بلد يتسرب من أصابع أبنائه القابضة على الزناد وغد كأمس وحاضر اليمنيين يكبر حزنا على هيئة جوع ومرض وموت علي الجرالي قناة بلقيس الجوف